السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناتكم قناة وصفات لكم اليوم سوف أشارك معكم وصفات لزيادة الوزن بسرعة فائقة كما نعلم الكثير من الناس تعاني من مشكلة النحافة المفرطة وتسعى بشطة طرق للوصول إلى الوزن المثالي المرغوب وإن أول ما يجدر القيام به لتحقيق هذا الهدف هو الانتباه إلى نوعية النظام الغذائي الذي يتبعه الفرد وكذلك التركيز على تناول الأطعمة والوصفات الصحية التي من شأنها أن تزيد الوزن إذن اليوم حبيباتي سوف أشارك معكم وصفات طبيعية مقوية ممتازة وأيضا سوف تزيد من السعرات الحرارية وسوف تعطينا تسمين وكذلك زيادة في الوزن إذن سنمر على بركة الله إلى التعرف على أول وصفة بالنسبة لأول وصفة سنحتاج فيها إلى السمسم حبيبات السمسم أو الزنجلان أو ما يسمى بالزنجلان سنقوم أولا بتحميصه لأن السمسم رائع ممتاز يزيد في زيادة الوزن وكذلك رائع بالخصوص للنساء والفتيات لأنه به الهرمون الأنتوي الأستروجين النباتي هذا المكون ممتاز ومغدي وسوف ينعكس تناول حتى على نظارة بشرة الوجه أو البشرة عامة وكذلك على الشعر إذن أول خطوة سنقوم بها هي أننا سنقوم بوضع السمسم بعد تنقيته وبعد غسله وسنقوم هنا بتحميصه أولا كما تلاحظون سنأخذ مقلات سنضعها على نار هادئة ثم سنضيف هنا مقدار من الزنجلان أو السمسم ونقوم بتحريكه بواسطة ملعقة خشبية لأننا لا نريد أن يحترق فقط نقوم بتحميصه حتى يصبح لونه دهبي فقط لكي يعطينا قرمشة عند تناوله لهذا نقوم بتحميصه لا تقومون بحرق فقط تحميصه ثم نقوم بإطفاء النار وأزيله في المقلات هنا بعد تحميص الزنجلان بطبيعة الحل سنأخذ هنا الطمر خذوا هنا خمس إلى أربع حبات أو ثلاث حبات من الطمر لأن الطمر رائع جدا غني به سعرات حرارية مرتفعة سوف يساعدكم في زيادة الوزن هذه الوصفة حبيبات من أروع الوصفات لأنها مجربة وأعطت للعديد من جربها نتائج رائعة سنقوم هنا بإزالة وسنقوم بالضغط جيدا هكذا ممكن هنا أن تقوموا بعمل كمية كبيرة واحتفظوا بها في إناء أو في عبوة تكون محكمة الإغلاق ثم ابدأوا في تناول هذه الحبات من الطمر سوف أستمر هكذا في إزالة نواة الطمر وفي ملء الطمر بالزنجلان ممكن أيضا أن تستخدموا اللوز كذلك إذا كان متوفر لديكم لأن هذه الوصفة صحية كذلك حتى لمن لديها مشكل الأنيميا سوف تساعد أيضا في علاج مشكل الأنيميا أو فقر الدم بالنسبة لفقر الدم فهو مشكلة تعاني منه حتى الأطفال وكذلك يعني حتى الأطفال الصغار فهذه الوصفة تناولوها بشكل يومي وستعطيكم نتائج أكثر من رائعة وصفة سهلة وفعالة إذن سنمر الآن إلى الوصفة الموالية بالنسبة لهذه الوصفة دائما تناولوا تقريبا بين 3 إلى 5 حبات من الطمر وراء كل وجبة سواء وجبة الإفطار وكذلك وجبة الغداء ووجبة العشاء تقريبا ثلاث مرات في اليوم سوف تعطيكم طاقة وأيضا سوف تعمل على زيادة السعرات الحرارية في الجسم وسوف تزيد من تسمين الجسم إذن وصفة رائعة وممتازة سنمر الآن إلى الوصفة الثانية بالنسبة للوصفة الثانية سنستخدم فيها كذلك السمسم ولكن هذه المرة سوف نقوم بإضافته سواء مع الجبن الطري أو كذلك مع الزبادي يعني استخدموا ما هو متوفر لديكم سوف نأخذ كوب من الجبن الطري بهذا الشكل لأن الجبن كذلك أو الزبادي فهو به صعرات حرارية ويزيد في تسمين الجسم وفي إعطائه كذلك بعد الكيلوغرامات فقط بالنسبة للطريقة تأخذون ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة أي مقدار ملعقتين صغيرتين من السمسم بعد تحميصه وتقومون بدمجه سواء مع الزبادي أو الجبن الطري وتبدأون بخلط هذه الوصفة ثم تتناولون كوب وراء كل وجبة كوب وراء وجبة الإفطار وكذلك وجبة الغداء يعني بعد تناولكم لوجباتكم وتستخدمون هذه الوصفات تتناولها كآخر شيء وأيضا لا ننسى وجبة العشاء لأنها دائما تكون هي مهمة جدا حبيبتي وجبة العشاء حتى تزيد من الصعرات الحرارية وكذلك تساعدنا بشكل كبير في تسمين الجسم بالنسبة حبيبتي لوصفات اليوم هي رائعة جدا ممكن كذلك أن تتناولوا الطمر مع هذه الوصفة يعني إذا حضرتم كمية كبيرة من الطمر الذي قمنا بملئه بالزنجلان تناولوه مع كوب من الزبادي مع السمسم سوف يعطيكم طاقة وكذلك زيادة في بعض الكيلوغرامات فقط يجب المداومة على هذه الوصفات إن شاء الله ستحصلون على وزن وكذلك على صحة سواء صحة في البشرة وكذلك في الشعر الآن سنمر للوصفة الموالية إذن بالنسبة لأول مكون سنستخدمه هي القوفية أو ما يسمى بالقوفيو فهو هنا دقيق الدرة دقيق الدرة المحمص بالنسبة لهذه الوصفة فهي وصفة صحراوية بامتياز تزيد في الوزن وتزيد في السعرات الحرارية ستعطيكم تسمين لكامل الجسم وصفة من أقوى الوصفات وكذلك معالجة لمشكلة فقر الدم فهي القوفية تباع عند العشابين وبتمن قليل جدا سنأخذ دائما إناء بهذا الشكل سنضيف هنا تقريبا ما يعادل ثلاث ملاعق كبيرة من القوفية فهي متوفرة عند العشابين فهي دقيق الدرة المحمص لمن لا يعرف القوفية فهي دقيق الدرة المحمص إذن بعدما هنا وضعنا تقريبا ثلاث ملاعق من القوفية سنقوم هنا بإضافة كوب من الحليب الحليب السائل الكامل الدسم لأن الحليب كذلك يزيد في سعرات الحرارية هنا لمن تريد دائما في تسمين جسمها ممكن هنا أن تضيف ملعقة من العسل الطبيعي فقط لتحليت هذه الخلطة رغم أنها تناولها لوحدها فهي رائعة ولذيدة جدا جدا وصفة ممتازة ورائعة ضروري كذلك أن تقوموا بتناولها وراء كل وجبة يعني كآخر شيء تقومون بتناوله وصفة ممتازة وهي صحراوية بامتياز يعتمد عليها النساء الصحراويات بشكل كبير وكآخر وجبة وراء الوجبات تناولوها بشكل يومي إن شاء الله ستعطيكم نتائج أكثر من رائعة اليوم حبيباتي شاركت معكم مجموعة من الوصفات يفضل دائما عند اتباع إحدى الطرق السابقة أو هذه الوصفات اتبعوها بشكل يومي لزيادة وزن الجسم وكذلك هناك يعني يجب أن أخذ هذه النصيحة يجب تجنب تناول السوائل قبل تناول سواء وجبة الغداء أو العشاء مثل الماء أو الشاي أو القهوة لأنها تساعد على الشعور بالشبع وتقلل من الشهية لذلك لا يجب تناول السوائل قبل تناولكم لوجبة الغداء وكذلك العشاء حتى تكون الشهية مفتوحة وتحافظون دائما على وزنكم الزائد وكذلك يجب الحفاظ على ترك وقت بين تناول المشروبات والوجبات الغدائية تقريبا حوالي 30 إلى 45 دقيقة كما رأيتم حبيباتي الوصفات كلها سهلة والمكونات متوفرة في كل بيت ما عليكم إلا المداومة وتناولوا هذه الوصفات ثلاث مرات في اليوم وراء كل وجبة إذن إلى هنا وصلنا حبيباتي لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء